صيامه صحيح والله يا أخي المسلم يعلم أن الصلاة من أهم أركان الاستبعى التوحيد الصوم أوجبه الله في العام مرة شهر رمضان الزكاة في العام مرة الحج في العمر مرة أما الصلاة لا أوجبها الله علينا في اليوم والليلة خمس مرات يصليها المسافر كما يصليها المطيل ويصليها المريض كما يصليها صحيح ويصليها الخائف كما يصليها الآمن أمر الصلاة العظيم هي مترجمة لحقيقة الإيمان ولها يسبق أنه والصلاة المرهان والصلاة الضياء فهي ضياء تدل على ما في القلب من إيمان وعمل صالح فلا ينبغي من التساهل بها وأخشى ممن يصلي يصوم ولا يصلي أبدا أخشى والله علي أن يردع لي صومه أخشى عليه أن يردع لي صومه النبي قال في الجمعة من تركها تخاونا بها فلا جمع الله شمع ألا فلا صلاة له ألا فلا زكاة له ألا فلا صوم له ألا فلا حجة في ترسل الصلاة فإذا يا أخي كان هذا الرجل يصور رمضان ولا يصلي فجرا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مقربة ولا عشا هذا ليس بمؤمنها لأن هذا قد يشك في أصل إسلام يعني تركي الصلاة بلا عذر قد يكون معذر بالله وأشر إلى شك في دينه وأن هذا الإنسان ليس المسلم لم يتزم إسلام حقيقة ما يمكن يلتزم الإسلام حقا إلا من يصلي الصلاة أمرها ليس باستهل نسأل نعوذ بالله من حاجة السوء نصع أخاك وجهه وخوفه من الله وقل له عدم صلاتك يؤشك أن يرد عليك صومك ولا يقيمك عملك أحسن الله إذا كان المنافقون يصلون يا أخوة سين أنت فرصتك لما وعد يصلك يصوم وما يصلي فرصتك لأنتك تقول له لا كيف إيش تصوم إذا ما تصلي لماذا تصوم أليس الصيام قد أمر الله به الصلاة أوجب من الصيام لا تقول الصيامك صحيح وتهون عليه الأمر ثم تأتي بكلام فرعي صحيح أن ترك الصلاة يعني ذنب عظيم لا ما فرصتك الآن وأنت إنسان علامي أن تقول لماذا يترك الصلاة وإلى متى يترك الصلاة هل يؤمن بأن الله سيحاسب على ترك الصلاة هل يؤمن بأن أول ما يحاسب مر من أعماله الصلاة كيف لا يصلي وقد قال الله عز وجل عن المنافقين المنافقون يصلون قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤنا الناس ويذكر الله الله قاموا كيف أنت مسلم عشرين ثلاثين سنة ما تصلي ما الذي حملك لأترك الصلاة كسلان رياضي كسلان عن الصلاة تصوم كسلان عن الصلاة إلى متى كسلان لو كان عندك إيمان بأن الصلاة واجبة ركن من أركان الإسلام بل هي عامود الإسلام لقمت وصليت هؤلاء العلماء يأخذون بأيدي الناس إلى طاعة الله يحملوا مع طاعة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر